السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسنا مع بعض قبل كده مخططات القوى المؤثرة على جسم ساكن ومتحرك بسرعة ثابتة. تعال ناخد مسألة بسيطة بتقول لي ايه? السؤال بيقول لي عجلة الجاذبية على القمر تساوي سدس عجلة الجاذبية على الارض. يبقى دي معطيات. يعني الرجل بيقول لي ان عجلة الجاذبية عازك تكون عارفة الناس ما جي. جي على المون. هتساوي واحد على ستة جي على الارض. جي اللي هي عجلة الجاذبية. جميل. اذا كان وزن التفاحة يساوي واحد نيوتن على الارض. الوزن اللي هو اف جي. اف جي اللي هو الوزن. على سطح الارض بيساوي واحد نيوتن. ما وزن التفاحة على القمر ده المطلوب الاولاني. المطلوب التاني ما كتلة التفاحة. انا هبدأ بالمطلوب التاني الاول. المطلوب التاني كتلة التفاحة. مطلوب ام بتساوي علامة استفهام. ام اللي هي الكتلة يا شب. طب ما انا مفروض المرة اللي فاتت قلت لك وانت قلت لي مش هنسى ان الاف جي اللي هو الوزن بيساوي ام في جي. ام اللي هي الكتلة جي عجلة الجاذبية. يعني ده يؤدي الى ان الكتلة تساوي FG الوزن على جي. طبعا الوزن على الارض يبقى هستخدم الجي بتاعة الارض. يعني هتساوي واحد قسمة تسعة بوينت واحد وتمانين وبالمناسبة وحدة قياس الكتلة كيلو جرام. كيلو جرام. اكتبها كده يا استاذ واللي عملها بالقالة الحسبة ان انا دوس ادي القالة الحسبة هي واحد على تسعة بوينت واحد وتمانين او تسعة بوينت وتمانين مش هنفسر بعض عشان حالة بسيطة. يعني كأن الام اللي هي الكتلة تساوي زيرو بوينت واحد زيرو اتنين كيلو جرام. انا كده جبت مين الكتلة بتاعة الجسم. وبالمناسبة الكتلة دي ثابتة. لا تتغير. يعني كتلة الجسم على الارض هي نفسها كتلة الجسم على القمر. هي نفسها كتلة الجسم على الجبل. انما اللي بيتغير هو وزن الجسم. وزن الجسم بيختلف باختلاف مكان وجود الجسم. يعني وزنك على الارض غير وزنك على القمر. غير وزنك على قمة جبل. غير وزنك في آآ وادي او تحت المية. طيب بيقول لي ما وزن التفاح على القمر المطلوب رقم عايز الوزن بتاع التفاح على القمر يعني عايز بس على سطح مين? على سطح القمر. على المون بتساوي كام? هنستخدم نفس القانون على القمر هتساوي ام لان الام ثابتة في جي بتاعت القمر في عجلة جاذبية القمر هتساوي الام احنا جبناها اللي هي بتساوي واحد على تسعة بوينت واحد وتمانين ضرب عجلة الجاذبية على الامر بتساوي واحد على ستة من عجلة الجاذبية على الارض. يعني هضرب في واحد على ستة ضرب عجلة الجاذبية على الارض اللي هي قيمتها كام اتفاقنا مع بعض? تسعة بوينت واحد وتمانين. كده يا صديقي العزيز يبقى انت قدرت تختصر تسعة بوينت واحد وتمانين مع تسعة بوينت واحده ايه? وتمانين. يتبقى لي ايه يا دكتور? يتبقى لي ان الاف جي على القمر وزن الجسم هذا على القمر هتساوي واحد على ستة وبالمناسبة الوزن بتقاس بالنيوتن واحد على ستة من النيوتن. يبقى ده ايه? الوزن على سطح القمر وانت كده جاوبت على المطلوب الاولاني والمطلوب التاني انا بس حبيت اجيب التاني الاول عشان يبسط لنا الموضوع. يعني واحد قسمة ستة بتساوي زيرو بوينت واحد ستة سبعة نيوتن. خلاص? ده كده السؤال الاول. تعال نشوف السؤال التاني بيكلمني على ايه? على قانون نيوتن الثاني. اللي احنا خدنا عنه مقطة القوة بتاعهم. السؤال بيقول احنا طبعا ان شاء الله هنحل الاسئلة كلها مع بعض. انا مجهز في الفايل ده كم سؤالة هم? نخلصهم مع بعض ان شاء الله. السؤال التاني بيقول لي تتسبب قوة مقدارها? القوة اللي هي رمزها اف ما تنساش. قوة اللي اسمها اف. تمام? مقدارها كام? ربعمية تلاتة وعشرين بوينت خمسة نيوتن. في تسارع عربة صغيرة مكشوفة وسائقها. في عربة. في السائق بتاحها. في قوة بتخليها تتسارع. من سرعة الى سرعة. السرعة رمزها في. يعني من سرعة يبقى او بتساوي عشرة بوينت اربعة متر على الثانية تربية. عشرة بوينت اربعة متر على الثانية. قصد دي متر على الثانية بس دي السرعة الابتدائية. السرعة الابتدائية. من سرعة كزا الى كزا. يعني سرعة النهائية بتساوي سبعتاش بوينت تسعة متر على الثانية دي اسمها السرعة. النهائية. في خمسة سانية. خمسة سانية يعني ده الزمن. خمسة سانية. ده الزمن كده. دي المعطاة اللي احنا مطلحها على تسهيل المضاوة. ما كتلة العربة الصغيرة المكشوفة وسائقها. الكتلة بتاعت العربة بتساوي ايه? بيسألني على الكتلة. كتلة وقوة. انت لسه كنت مدينا قانون شوية يا مستر. بيقول لي ان بتساوي ام ضرب ايه? خدنا القانون ده صح? على فكرة لو حبيت عمله لك مسلس كده زي معظم الطلاقة بيحب نعمل مسلس بسيط كده. لو كتبت اف نت فوق. وهنا ام وايه? عايزين نجيب الام يعني خب الام باصباعك كده يبقى الام بتساوي اف نت على اي. يعني انا عايز اجيب الكتلة. يبقى الام بتساوي اف نت قسمة ايه? تمام. اف نت مش عندي. لا ما هي عندك هال اف. هتقول لي بس مش كاتب لي نت. هقول لك هو الجسم هل ذكر الراجل ان في قوة تانية بتأثر عليه غير الاف هذي? يعني انا عندي الجسم اهو. في قوة الناحية دي كده اسمها اف بتشده بقيمة ربعمية تلاتة وعشرين بوينت خمسة نيوتن. هتقول لي ما فيه اف جي ايوه ما الاف جي حبيبي. ما بتشدوش لتحت الوزن ما بتشدوش لتحت. لان في قوة اسمها الاف ان لأعلى الاثنين متساويين. يعني الجسم لا يتحرك على محور وي. بيتحرك على محور اكس بس تحت تأثير هذي القوة. يعني معنى كده ان القوة دي اسمها اف وهي نفسها اسمها اف مين? اف نت. الله هيصلحها لك كده منتاز. طب ما انا ما عنديش العجلة. الايه? اقول لك ما انت مش فاكر القوانين بتاعت الوحدة اللي فاتت? ان العجلة بتساوي ايه? ناقس على ناقس تي جي اونشيال. والستاذ طب انا مش مديني زمنين مديني زمن واحد. يبقى القانون بدل ما في ناقس تي ناقس تي ناقس تي اونشيال. نقدر نقول ناقس تي في عنديشيال. على لا تايم. يبقى كده ده قانون العجلة. يبقى العجلة بتساوي السرعة النهائية ناقس السرعة لبتقي على الزمن. يعني هنقدر احل بقى يلا انحلت على غير لك لون الالام كمان عشان ما تتساقش من لون ده. يبقى العجلة بتساوي سبعتاشر بوينت تسعة ناقص سرعة الابتدائية عشرة بوينت اربعة قسمة الزمن خمسة سانية اعملها بالالة بتاعتك كده. ادي سبعتاشر بوينت تسعة ناقص عشرة بوينت اربعة على خمسة يبقى واحد بوينت خمسة. يبقى احنا كده جبنا العجلة. الايه? يعني العجلة. اقدر عوض في القانون الاولاني بقى اللي هو كان بيقول لي ام بتساوي على العجلة. اف اللي عندي اللي هي بتساوي ربعمية تلاتة وعشرين بوينت خمسة. على العجلة اللي انا لسه نطلحها واحد بوينت خمسة. يبقى انا كده جبت مين يا دكتور? جبت الكتلة. نعمل كده ربعمية تلاتة وعشرين ونص على واحد ونص تساوي اتنين وتمانين تلاتة كيلو جرام. يبقى احنا كده جبنا الوزن. قصد جبت الكتلة اللي كان الراجل ايه? عايزها مني في المسألة. اتمنى تكون فهمته الموضوع. والسلام عليكم ورحمة الله ورحمة الله ورحمة الله وبركاته